بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين عزيزاتي الطالبات أعزائي الطلبة اليوم سأبدأ بالوحدة الحادية عشرة من القواعد وهي الوحدة الأخيرة لهذا الفصل وهي بعنوان الاسم المقصور والممدود والمنقوص طبعا هذه الأسماء ينبغي أن نعلمها وبشدة في هذه المرحلة لأنها ستفيدنا في مراحل قادمة بإذن الله سنبدأ بداية بالاسم المقصور أولا سأعرف كل اسم من هذه الأسماء وسأتطرق للعلامة الإعرابية لهذا الاسم الاسم المقصور هو اسم معتل الآخر ينتهي بألف سواء كانت هذه الألف ألف قائمة أم ألف مقصورة أو تسمى يا غير منقوطة والاسم المقصور لا يمكن أن تظهر عليه الحركة فدائما يكون معربا بحركات مقدرة ويمنع ظهورها التعذر إذن لا يمكن ويستحيل وضع الحركة على الاسم المقصور ونحن نعلم أن أي اسم ينتهي بألف قائمة أو مقصورة دائما لا تظهر عليه الحركة وتقدر ويمنع ظهورها التعذر فعندما أقول الكبرى اليسرى المدى الدنيا طبعا في الكلمات الكبرى اليسرى المدى كانت الألف مقصورة أي يا غير منقوطة أما في كلمة الدنيا كانت الألف قائمة وفيما يأتي أمثلة توضيحية على الاسم المقصور في الجملة الأولى أقول الساحة العليا كبيرة لو أردت إعراب الكلمة المخطوط تحتها وهي اسم طبعا مقصور سأعرب هذا الاسم بناء على موقعه في الجملة الساحة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة العليا نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر إذن لا يمكن وضع حركة على الاسم المقصور لذلك أقول هنا ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر وفي الجملة الثانية عندما أقول إن الفتى المجدد هنة عالية طبعا إن حرف توكيد ونصب ولو أردت إعراب الفتى أقول اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر إذن لا يمكن ظهور الحركات على الاسم المقصور وهو اسم معرب أي يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجرب الكسرة لكن كل هذه الحركات تكون مقدرة وما يمنع ظهورها التعذر أي يتعذر ويصعب وضع الحركة على الألف سواء كانت قائمة أو مقصورة وفي نهاية الإعراب لا أذكر شيئا عن الاسم المقصور ولا أقول لأنه اسم مقصور أعرب كما أعربنا في الجملتين وأيضا عندما أقول لإتمام دراستهم الدنيا أيضا الدنيا هنا جاءت اسم مقصور اسم مقصور من ظهر بألف قائمة ثانيا سنتكلم عن الاسم الممدود طبعا الكثير من الطلبة عندما يسمعون اسما ممدودا يعتقدون بأن الاسم الذي بدايته المد كقول آمال آثار وهذا الكلام ليس صحيحا لأن الاسم الممدود هو اسم أيضا معرب هو اسم معرب آخر همزة مسبوقة بألف زائدة يعني ينتهي بهمزة وتسبق هذه الهمزة ألف زائدة ألف زائدة ويعرب بحركات لكن تكون هذه الحركات حركات ظاهرة على خلاف الاسم المقصور الذي تكون حركاته مقدرة ويمنع ظهورها التعذر إذن في الاسم الممدود الحركات ظاهرة رفعا ونصبا وجرا من الأمثلة على الاسم الممدود كلمة الشفاء افتداء اعتداء انتهى بهمزة مسبوقة بألف زائدة انتهى بهمزة مسبوقة بألف زائدة وفي المثال التوضيحي الشفاء من المرض رحمة الشفاء من المرض رحمة جاءت كلمة الشفاء في بداية الجملة وما يبتدأ به الكلام فهو المبتدأ فتعرب كلمة الشفاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره هنا تظهر الحركة على الاسم الممدود وعندما أقول تخرج فيها علماء أجلاء تخرج علماء علماء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم وتكون أجلاء نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم إذن الاسم الممدود هو اسم معرب ينتهي بهمزة مسبوقة بألف زائدة ويعرب بحركات ظاهرة تظهر الحركات على الاسم الممدود وأخيرا سنتكلم عن الاسم المنقوس وهذا اسم مهم يجب أن نعرفه تماما في هذه المرحلة الاسم المنقوس هو اسم ينتهي بياء الياء مكسور ما قبلها مكسور ما قبلها ويعرب الاسم المنقوس طبعا سنقسم الإعراب عندما يكون معرفا بأل وعندما يكون نكرة إذن الاسم المنقوس اسم ينتهي بياء يكون مكسور ما قبلها وعلى شرط أن لا تكون هذه الياء مشددة لأنها لو كانت مشددة كقولي الرجل الجاهلي الاقتصاد الوطني هنا يصبح اسما منسوبا إذن الاسم المنقوس ما يميزه أن هذه الياء مكسور ما قبلها ولا تكون مشددة الآن سأتطرق لإعراب الاسم المنقوس عندما يأتي الاسم المنقوس معرفا بأل أي يسبق بأل التعريف هناك أكثر من حالة إعرابية في حالتي الرفع والجر تكون الحركة مقدرة ويمنع من ظهورها الثقل لأنها تنتهي بياء يمنع ظهورها الثقل على خلاف الاسم المقصور الذي ينتهي بألف ويمنع ظهور الحركة التعذر هنا ما يمنع ظهور الحركة الثقل عندما أقول جاء القاضي اليوم يستحيل ويثقل على اللسان وضع البمة فلا يجوز أن أقول جاء القاضي لا يمكن إذن تقدر الحركة ويمنع ظهورها الثقل فعند إعراب كلمة القاضي أقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء منع من ظهورها طبعا الثقل لا يمكن أن تظهر الحركة وأيضا هذه في حالة الرفع في حالة الجر عندما أقول كما كانت في الماضي أيضا لا أستطيع أن أقول كما كانت في الماضي لذلك نغرب الماضي بما أنها سبقت بحرف جر في الماضي اسم مجرور وعلامة جره القسر المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل إذن إذا كان الاسم المنقوص معرفا بأل إذا كان الاسم المنقوص معرفا بأل في حالتي الرفع والجر تقدر الحركة ويمنع ظهورها الثقل أما في حالة النصب تكون الفتحة ظاهرة ولا يثقل نطق الحركة أو الفتحة فأقول شاهدت الطالب الواعية أستطيع أن أقول الواعية شاهدت القاضية تمام إذن أستطيع وضع الحركة على الياء ولا تثقل على اللسان فقط في حالة النصب هنا لو أردنا إعراب هنا الاسم المنقوص شاهدت الطالب الواعية نلاحظ الواعية ياء غير مشددة مسبوقة بكسرة الواعية القاضية رامي نقول طبعا شاهدت فعل والتاء فاعل الطالب مفعول به منصوب والواعية ستكون نعتا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن فقط تظهر الحركة على الاسم المنقوص إذا كان معرفا بأل في حالة النصب أما في حالتي الرفع والجر تقدر الحركة ويمنع ظهورها الثقل الآن الاسم المنقوص عندما يكون النكرة أي غير معرف بأل تخذف ياءه في حالتي الرفع والجر تقريبا الرفع والجر مشتركتان ما بين النكرة وما بين المعرفة ويعوض عنها بتنوين العوض الحركة المقدرة أقول جاء قاض وسلمت على قاض جاء قاض أصل هذه الكلمة جاء قاض ولكن لأنها جاءت في حالة الرفع تفدف الياء ونعوض عنها بتنوين العوض أو تنوين هنا كسر ويكون هذا التنوين فقط ديكور منظر ليس علامة إعراب إذن هذا تنوين الكسر يكون عبارة عن منظر ديكور وليس علامة إعراب فعندما أعرب هنا جاء قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه لا أقول تنوين الكسر أقول الضم المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوس لأنه اسم منقوس وعندما أقول سلمت على قاض أيضا تنوين الكسر مع أن هنا الموقع يعني حرف جر واسم مجرور ولكن ليست ليست تنوين الكسر هو علامة إعراب الكسر المقدرة على الياء المحذوفة هي علامة الإعراب أيضا هنا تنوين الكسر منظر ديكور فأقول على حرف جر وقاض اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوس إذن في حالتي الرفع والجر تقدر الحركة إذا كان نكرة على الياء المحذوفة ويوضع تنوين الكسر فقط منظر ديكور لا يكون علامة إعراب في الحالة الثانية للنكرة إذا كان منصوبا تثبت الياء وتكون الحركة ظاهرة أقول ذرت قاضي المحكمة لا أقول ذرت قاضي إذا في حالة النصب تبقى ياء الإسم المنقوس وتكون الحركة ظاهرة فزرت فعل والتاء فاعل قاضية مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والمحكمة مضاف إليه يعني نلاحظ أن الإسم المنقوس في حالة النصب تبقى ياء سواء كان نكرة أم معرفة تبقى ياء هنا في المعرفة تبقى الياء وتكون علامة الإعراب ظاهرة وفي حالة المعرفة وفي حالة المعرفة تبقى الياء وتكون الحركة ظاهرة إذن الإسم المنقوس في حالة النصب تبقى ياء وتبقى الحركة ظاهرة وتبقى الحركة ظاهرة أما في حالتين الرفع والجر إذا كان نكرة إذا كان نكرة تحذف الياء وتقدر الحركة على الياء المحذوفة وإذا كان معرفة أيضا تقدر الحركة وبهذا أكون قد أنهيت شرح هذه الأسماء الثلاثة هذه الأسماء الثلاثة طبعا معربة معربة تعرب حسب موقعها كما قلت المقصور دائما تقدر عليه الحركة ويمنع ظهور والتعذر الاسم الممدود حركة ظاهرة والمنقوص له حالات بحسب إذا كان نكرة أم معرفة وإليكم الآن عزائري الطلبة بعض التدريبات قد تساعدكم في تنكين المعلومة أكثر التدريب الأول أعرب ما تحته خط كن ساعيا للحق الجملة الثانية الخير باق في أمتي الجملة الثالثة كان في المحكمة محامل والجملة الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وخير الكساء ما سدر الجسد ووقع من الحر والبرد الشورى أساس الحكم الصالح تقدير العلماء احترامهم ظاهرة حضارية الداعي إلى الخير كفاعله أتمنى أن تجيبوا عن هذه التدريبات وفي التدريب الثاني علل أي بيّن السبب حذف تحقيق العمل والإجابة عنها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر